المطلوب في هذا المثال تحديد أي من العبارات الست هذه صحيحة وأيها خاطئة باستخدام تعريف الدالة المرسوم على المستوي الموجود على يسارنا فلنبدأ أولا بحساب أول عبارة وهي لهاية F of X يساوي صفر عندما X تقترب من الواحد من الجهة اليمين لاحظ معي أن علامة الزائد هذا الصغيرة المقصود فيها أن الاقتراب من الواحد هو من الجهة اليمين وهذه الواحد هذه X تساوي واحد هنا الجهة اليمين معنى أن قيم الـ X تقترب من هذه الجهة تقترب من الواحد من الجهة اليمين من العداد الأكبر منها طبعا تمكن مثلا تحسب هول شيء قيمة الدالة عند اثنين ثم عند اثنين ونص ثم عند اثنين وربع ثم تقترب تقترب جدا من الواحد لاحظ أنت لا تصل للواحد إنما تقترب بشكل كبير جدا من الواحد الدالة طبعا قيمتها تكون فيه اللي هو مستقيم الأصفر هذا اللي هنا عندي ولذلك قيمة الدالة عند الواحد تكون قريبة جدا من هذه القيمة ولو أخذناها هنا لاحظ معي عند من عندما X عند F of X ساوي واحد طبعا المحور هذا ممكن أن نعتبره F of X فلذلك لو رأينا أن القيمة الموجودة عندنا هنا المعطاه بالعبارة اللي هي limit F of X تساوي صفر هذه عبارة خاطئة لماذا؟ لأننا حسبنا الآن قيمة النهاية عندما تقترب قيمة X من الواحد من الجهلمين وجدنا أنها تساوي واحد ننتقل للعبارة التالية وهي نهاية F of X عندما X تقترب من الصفر من الجهة اليسار تساوي limit أو نهاية F of X عندما X تقترب من الصفر من الجهة اليمين هل هذه العبارة صائبة أو خاطئة؟ طبعا هذا يعتمد كبير جدا على قيمة النهاية عندما تقترب X من الصفر من اليسار وعندما تقترب X من الصفر من الجهة اليمين دعنا نرى اقتراب الدالة هذه الآن الصفر من الجهة اليمين قيمة الدالة تقترب من هنا طبعا على منحنة الدالة إلا أن تصل في النهاية قريب جدا من من؟ من الواحد إذن هي كما تساوي واحد إذن هذه بواحد حسبناها نجي الآن من الجهة اليسار أيضا نقترب حنا من الصفر من الجهة اليسار وأيضا قيمة الدالة تقترب من الواح من طبعا من أيضا من الجهة اليسار معناها أيضا قيمة الدالة وأنها تكون أيضا قريبة جدا من الواحد إذن أيضا تساوي واحد دعنا من هذه واحد وهذه واحد إذن العبارة صحيحة طيب ننتقل للعبارة التي تليها هي نهاية FFX عندما X تقترب من الصفر من الجهة اليسار تساوي واحد هل هذا صحيح أو خاطئ؟ هل هذا صائب أو خاطئ؟ حقيقة سابقا رأينا في هذا المثال أن عندما نقترب من الصفر من الجهة اليسار فإن قيمة النهاية تساوي فعلا واحد إذن هذه عبارة صحيحة نجي الآن للجزء الأخير بالنسبة للصفر وهي هل نهاية الدالة عندما x تقترب من الصفر موجودة وغير موجودة الشرط وجود النهاية للدالة عندما تقترب قيمة x من عدد محدد مثلا الصفر في هذه الحالة لابد أن تكون النهاية الدالة عندما تقترب من العدد الصفر موجودة عندنا من الجهة اليسار لابد تساوي نهاية الدالة عندما x أيضا تقترب من نفس العدد من الجهة اليمين واضح جدا معي من خلال العبارة هذه أن القيمتين متساويتين وكلهم يساوي واحد إذن نهاية f of x عندما x تقترب من الصفر موجودة وأيضا تساوي واحد الآن نجي المين لنهاية f of x عندما x تقترب من الواحد نفس الشرط السابق لابد أن تكون متساوية عندما تقترب من الواحد من الجهة اليمين ومن الجهة اليسار طيب من الجهة اليمين تتذكروا في اللي هو الأولى حسبناها وكانت لا تساوي صفر معناها كم تساوي ساوي واحد لأننا من الجهة وين اليمين من هذه الجهة طيب من الجهة اليسار عندما أقترب أنا من الواحد من الجهة اليسار فأنا أقترب من هذه الجهة قيمة الدالة في هذه الحالة تقترب من الواحد من هنا نحن ما نصل للواحد نكون قريبين جدا من الواحد من الجهة اليسار إذن ما زالت الدالة قريبة جدا من مين من الصفر إذن معناها كم تساوي صفر لحظ معي واحد من اليمين صفر من اليسار إذن مختلفة قيمة النهاية من اليمين ومن اليسار إذن معناها للأسف نهاية f of x عندما x تقترب من الواحد غير موجودة وغير معرفة ذلك هذه العبارة خاطئة طيب أخيرا نبغى نحسب أو عطانا إياها نهاية الدالة عندما x تقترب من الواحد ونص تساوي واحد هل هذا فعلا صحيح أو خاطئ طيب فين الواحد ونص طبعا هنا عندنا الواحد هذا الاثنين إذن معناها الواحد ونص هتكون في هذا المكان عندما أقترب من الواحد ونص من الجهة يمين ومن الجهة اليسار على الشرط السابق أنه لابد أن يحسب من الجهة يمين ومن الجهة اليسار إذا تساوت فالنهاية موجودة ومعرفة وفي نفس الوقت تساوي القيمة التي تعطينا من اليمين ومن اليسار نحظ معي عند الاقتراب من اليمين ومن اليسار نحصل على نفس القيمة اللي هي واحد إذن معنا الكلام هذا أن النهاية فعلا تساوي واحد عندما x تقترب من الواحد ونص شكرا